من كم ساعة طلعت أخبار بتقول إن الإمارات والسعودية قرروا وقف استثمارتهم في مصر والناس نقلت الأخبار دي من غير ما تتأكد من صحتها إيه اللي حصل؟ وهل صحيح ده حصل؟ ومين اللي روج الخبر والمصلحة مين في الوقت ده بالذات؟ عايز تعرف الحقيقة؟ خليك معنا بانكير نبض البنوك الأخبار مجهولة المصدر قالت إن في تقارير أجنبية بتقول إن الإمارات قررت وقف الاستثمارات في مصر وده طبعا غلط ووراء لجان إلكترونية معروف هويتها وأهدفها لأن العلاقات المصرية الإماراتية والمصرية السعودية فأحسن حالتها ولسه سمو الشيخ بن زايد كان في مصر والتعاون موقفش اللحظة وعلشان تعرفوا قدقي الأخبار دي جزء من مؤامرة كبيرة إمبارح وبنقول إمبارح مش من شهور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استقبل رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابدة محمد السويدي ودي شركة تابعة لصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي لبحث عدد من الفرص الاستثمارية ورئيس أبوظبي القابدة عمل اجتماعات ولقاءات مع هالة السعيد وزيرة التعاون الدولي ومسؤول صندوق مصر السيادي وبحث ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات والفرص الوعدة وده من كام ساعة؟ يعني رئيس أكبر شركة قابدة في الإمارات جاء لشان يبحث توسيع الاستثمارات الإماراتية في مصر في كل القطاعات مش جاي قطاعها زي الأخبار ما بتقول والمسؤول الإماراتي اتكلم عن حجم التعاون بين مصر والإمارات وقال إن الاستثمارات الإماراتية بمصر من سنة 2014 وصلت لأكتر من 5 مليار دولار وقال إن ده بيعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية كمان أكد إن في عدد كبير من الشركات الإماراتية شغالة حاليا في كتير من المشروعات رئيس الشركة الإماراتية كان صريح واتكلم في البزنس وقال إن مصر سوق وعدل الاستثمار وإن فيه زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر الفترة اللي جاية وإن فيه تعاون وثيق مع صندوق مصر السيادي وكمان القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة ولو رجعنا للغة الأركاب فكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من كام يوم يعني في تقرير حديث إن الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزت في الفترة الأخيرة وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8% ولغة الأرقام كمان السعودية هي المستثمر الأول عالمياً وعربياً في مصر باستثمارات بتزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بحوالي 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة منها اتفاقيات تم توقعها بـ 8 مليار دولار خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة الثانية وهو اللقاء اللي تم خلاله إبرام 14 اتفاقية بإجمال استثمارات 8 مليار دولار مشيراً إلى أن هذه التعاقدات بتغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية والصناعية وتجارية وزراعية ولو في شركة واحدة تراجعت عن الاستثمار في مصر فده بيرجع لأسبابها الخاصة ومش تعبير عن توجه دولة وفي النهاية بنأكد أن الاستثمار بين الدول والتعاون الاقتصادي جزء من استراتيجية علاقات الدول وأمنها القومي ومعروف أن أمن الخليج مرتبط بمصالح وأمن مصر والعكس صحيح وفي عالم البزنس مفيش حاجة اسمها وقف في استثمارات من غير مقدمات لأن الاستثمارات شغالة بالفعل في مشروعاته مش معقولة تقف فجأة وتخسر مليارات وكما ما فيش أي تصريح رسمي من أي جهة إلى اللقاء